جماعة القاهرة اكرمه الله وبرك الله في عمره وزرياته فتقبل الله منا ومنه الفصل الاول صفحة 22 التأويل معناه ومتى يجب احنا قلنا التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لان ظاهره يوحي بمعنى يخالف الانباع ويخالف المراد فتضطر انك انت تصرف عن ظاهره وعند التأويل لابد ان ترعي خمس شروط كما قلنا في المجلس الماضي اول حاجة ان يوافق اللغة لا يخالف الاصل اللغة وان يكون مطابقا لما اجمع عليه المسلمون وان يحقق مقصد الشرف وان يكون محققا للمصالح يحقق المصلحة والمقصد يوافق الاجماع يوافق اللغة ومطابقا للمصادر ومطابقا للمصادر اللي هي يعني يعني لا يناقض ادلة اخر يعني ما نجيش تأول في آية ثم تجيلك آية تانية او حديث يبين ان التأويل ده باطل ما لابد ان يكون مطابق لجميع المصادر واضح؟ يعني لا يخالف فممكن مطابقة المصادر تنمشي مع ايه؟ مع تحقيق المقاصر يعني ممكن تختصرهم اربعة ممكن تختصرهم بتالية تتخلي المقاصر والايه؟ والمصالح نقطة واحدة يحقق المقاصر والمصالح وان يكون موافقا للاجماع موافقا للغة كفاية كده حبيت تفجواهم تخليهم الخمسة حبيت تجمعهم تخليهم بادي السورة المهم يبقى هذا في زمنك عند التأويل لابد ان تراعيها ان مسألة تأويل بعض صفاته صفاته تعالى يكاد لا يخلو منها الكتاب من كتب العقيدة ولا لسان من ألسمة العلماء خلال القرون الماضية ولكن ما المقصود بالتأويل؟ يقول فيروز بادي في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز وأما التأويل فصرف معنى الآية بوجه تحتمله الآية ويكون موافقاً لما قبله ملائماً لما بعده يعني مطابقاً للمصار موافقاً لما قبله وما بعده يعني مطابق للمصار واشتقاقه من الأول وهو الرجوع فيكون التأويل بيان الشيء الذي يربع إليه معنى الآية ومقصودها اللي هو تحقيق المقاص والفرق بين التفسير والتأويل أن التفسير والبحث عن سبب نزول الآية والخوض في بيان موضع الكلمة من حيث اللغة يبقى التأويل التفسير يبحث في المفردات الكلمة دي معنى إيه؟ الكلمة دي معنى إيه؟ الكلمة دي معنى إيه؟ طب سبب من ظل الآية إيه؟ آدي التفسير لكن التأويل يبحث في المعنى المراد فالتأويل يبحث في المعنى المراد والتفسير يبحث في معنى غريب القرآن اللي هي معنى الآيات يعني معنى كل لفظة على حدة والتأويل والتفحص عن أسرار الآيات والكلمات وتعيين أحد احتمالات الآية وهذا إنما يقول في الآيات المحتملة لوجوه مختلفة ويقول الشريف الجرجاني في التعريفات والشريف الجرجاني له كلام كثير في اللغة وهو من أفضل من تكلم عن العباس الشريف الجرجاني له كتاب اسم التعريفات يقول التأويل في الأصل التربيع وفي الشرع صرف اللفظ عن معناه الضاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا بالكتاب والسنة مثل قوله تعالى يخرج الحيا من الميت إن أراد به إخراج الطير من البيضة كان تبسيره وإن أراد إخراج المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل كان تأويلا واضح؟ هذا هو التأويل الذي نعنيه وهو استخدام إحدى القواعد التي ذكراها البلاغيون في مبحث الحقيقة والمجاز في فهم النص وما يقول له المعنى وكلمة التأويل أعمى من المجاز لأنه قد يكون بالكناية والكناية مش من المجاز مش كده برضو كاتب عشان كده كاتب لك في القامش أن التأويل أوسع من المجاز يعني المجاز جزء من التأويل يعني اذهب إلى المجاز دي إحدى آلات التأويل إحدى آلات وسائل التأويل وليس في كل وسائل التأويل واضح؟ وليعني ذلك أننا سنقوم بتأويل كل نص هذا بل إنما يستخدم عند الضرورة يبقى لا تصرف اللفظ عن ظاهره إلا عند الضرورة التي تقتدي أنك لو حملته على ظاهره مخالف ما جاء في الشر في الحال أن أنت وصلت لضرورة أن تزيل التناقض أو الذي يخالف ما عليه الإجماع في الفهم الصحيح أو ما عليه علماء اللغة فما يجيش البطنية مثلا يقولوا كل نار هي معاوية وكل جنة في القرآن هي علي مفيش علاقة بين الجنة وعلي ولا النار ومعاوية لكن عند أهل البواطئ البطنية عندهم كده يمسك القرآن كله حط فوق النار معاوية وفوق الجنة يبقى عادي ويمشي قرأ القرآن على هذا طبعا هذا الإسلوب لا يوافق عليه الإجماع ولا اللغة لأن لا علاقة أصلا بين النار ومعاوية بخصوصه ولا بين الجنة وسائلنا عليه بخصوص ذاته وبالتالي هذا التأويل يرفض أهل السنة ويسموه هذا الكلام باطني للمرفوض لكن لابد أن يكون التأويل يراعي اللغة ويكون يرتكب عند الضرورة يعني عند الضرورة يعني لو حملنا اللفظ على ظاهره انبنى عليه مخالفة لما عليه الإجماع يعني ما نقول مثلا يد الله فوق إيديه لو حملنا اليد على معنى الجرحة وربك بيقول ليس كمثله شيء لأن ظاهر اليد هي الجرحة يؤدي إلى مناقضة آية ليس كمثله شيء واسم المصير فلابد أن أنا أصرفه عن ظاهره حتى لا يناقض آية أخر فهو يقول أن اليد مصروفة عن ظاهره بالإجماع ثم السلف يقول هي صرفة عن ظاهره ونفوض معناها إلى الله دول المفوضة والخلف يقول اليد قد تكون بمعنى القدرة بمعنى العطاء بمعنى الإحاطة لها معاني كثير يبقى الخلف يؤول بعد صرف النص عن ظاهره والسلف يفوت بعد صرف النص عن ظاهره برد يعني لابد الأول أن الإجماع من النص غير مراب الظاهر ليه؟ لأن اليد جرح والله منزع عن الجوارح لأن الجوارح صفة الأجسام والجسم مكون من أبعاد ويفتقر إلى أبعاده ويفتقر لحيز والله غني مستغني لا يفتقر لحيز ولا يفتقر لأبعاد وليس بجسم كل هذه الأشياء تجعلك تصرف هذا اللفظ عن ظاهره في الحال طب طب أحدد له معنى السلف الصالح قال لك لا مش هنحدد له معنى هنفهمها إجمالا كده نفهم الآية إجمالا وليس يعني كلمة كلمة بل نفهم المعنى إجمالا فنفوض الأمر إلى الله ونشعر أن اللي يفوق أيديم أن الله سبحانه وتعالى من ورائه محيط يبقى لله فوق أيديم يعني تسوي الله من ورائه محيط وخلصت نشأت أجيال دخلت في اللغة العربية ودخلت في الإسلام جديدة كانت لا تتكلم العربية فلا يسعها عقلها إنها تسيق الأمر كده معلّة فجاء أسفل في الصالح عشان يهدي أديه بعقول قال لهم لأ هنأولها لكو تأويل وإذا التأويل لا يخرج النص عن معنى ولا ينقض غيره فهنأول اليد يا دماء معنى الخدر واخد بلاجه زيه أدي أدي المدرستين لكن المدرستين مجمعين على صرف الظهر اللفظ عن ظاهره المدرستين مجمعين على على صرف الظهر اللفظ عن ظاهره يبقى احنا بنعمل خطوتين عند التأويل أول خطوة نصرف اللفظ عن ظاهره الخطوة التانية السلف يحدد لها معنى الخلف يحدد لها معنى والسلف يفور المعنى فأنت الخطوتين دول لازم يمر زينك بخطوتين الخطوة الأولى صرف اللفظ عن ظاهره دي خطوة مجمع عليها طيب والخطوة التالية السلف الصالح يفور المعنى لله أو يفسره بأي أخر زي ما قلت لك تقول له يا دل الله فوق أيديهم يعني تروح تسأل سيدنا عمر يا دل الله فوق أيديهم يعني يا سيدنا عمر ويقول لك يعني الله من وراء المحيط يعني الله على كل شيء قدير يعني الله قاهل فوقعي بي يعني يجب لك يجب لك الآية في الصربية تانية بجملة تانية تروح لأبو الحسن الأشعاري تغيرت الأجيال تغيرت الفقوم ناشأت أجيال ما تعرفش العربية فالطر يقول لهم لأت على يد هنا تستعمل بمعنى الجارحة ولا مصروف يقينا لأن الله بالعقل كده لا يس بجسم ولا جوهر ولا يعرض ولا يحل في الحوادث ولا في الأماكن يبقى اليد قد تكون بمعنى القدرة قد تكون بمعنى الإحام قد تكون بمعنى العطاء كيف تبقى إزاي؟ قادي المدرستين نشأوا بالطريقة دي علشان المدرستين دول عملوا عليها شوشرة وجاءت نتيمية ظن إن الصحابة كانت لا تصرف اللفظة عن ظاهري وقالك لا إحنا ما نصرفش اللفظة عن ظاهري ونفوض معناه ونتركه على حقيقاته وما فيش مجاز يبقى كده فر من التكييف إلى التشميل في أنت بقى إزاي المسألة؟ شبهه بالحوادث لما تخلي اليد زي ما هي على حقيقاتها كده دمزة بالنتائمية والسلف والسلفية المعاصرين والوهبية قالك لا إحنا مش هنصرف اللفظة عن ظاهري فإحنا ناخد لفظة كده طب ليه ما تصرفش عن ظاهري عشان ما فيش مجاز إحنا مش معترفين في مجاز كويس؟ طيب متى لما هتصرفه على ظاهري هتوحي ويلذب من كلامك الجسمية قالك لا الله ليس بالإسم طب هم لي الياد يقول له ياد ليس بكأي دين يثبت له الجريحة وينفي الكيفية يبقى شبهة ولا من الكيف والمجسمة كيفة وشبهة يعني هم نصف مجسمين تشخصهم بالضبط مش مجسمة صرف ولا هم منزهة صرف بل هم وقفوا في النصف عستلم زي لغة المصين زي اللي رأسه عستلم لو وصلوا للدول ولا لو وصلوا للدول يبقوا جهلة عايشين في قضى ضلمة فيهمت بقى ليه لأنك لهم قالوا متكسيم صرف زي المجسمة ولا هم نفو ظاهر اللفظ بقى أثباتوا حقيقة اللفظ التي تدلوا على الجريح نفو فقط الكيفية وأثباتوا التشبيه وأثباتوا إيه؟ التشبيه فيهمت بقى الفرط بين المجسمة والوهابية التيمية وبين أهل السنة هو للفرط المجسمة أثباتوا التكيف والتشبيه وأهل السنة نفو التشبيه والتكيف والوهابية وقفوا في النصف نفو التكيف وأثباتوا التشبيه وايك فهمت الحتة دي؟ والله لو لفت الدنيا مش هتعرف حد يوصح حرب بهذا الوضوح بهذا الوضوح هتحدد لأن أنا أصلاح عاربت المشاخي كتير ما حاجش قالها لي بهذا الوضوح هم يلفوا حوالين المعنى لكن أنا بقول قالك بحاجة لأن إحنا ده كثيرا نحب يتشخص الأطباء كده يحبوا يشخصوا إيه النقطة المرض جا فيه عشان يخش يعلمه بزدات الجرحين لازم يعرف موضع المرض عشان يخش يشيله ما ينفعش أفتح العيان كله كده واشقه وعد أدور جوا لازم أمحدد الموضع اللي حشرق فيه فإحنا بنحدد الموضع بالضبط النقطة اللي دخلت في زهن التيمية والوهابية وعملت لهم الخلل اللي خلتهم يخرجوا عن أهل السنة وجماعة هذا الموضع الخلل اللي طرق في زهنهم في طريقة تفكرهم أولا نفو المجاز فقالوا ما نصرفش اللفظ عن ظاهري فإن بنى على هذا الكلام ردوا عليهم قالوا لهم بس أنتوا لما نفيتوش عن ظاهري ينبني عليه التكسيم قالوا نحن لنجس لنكيف لكن نسبة اللفظ له يد خلاص يد اليد دي معناها الظاهر الجريح قالوا له يده ولكن ليست كأيدينا فنفت كيفية وأثبت التشبيل فانت بقى ازاي المجسمة ده قالوا له يده وأصابع وكل حاجة وجسم وقاعد كده على العرش وفي السماء فوق كده والعرش كمان بيزايق وهو قاعد عليه شوف قد ايه الهزير بجاحة يعني فالمجسمة عندهم بجاحة لا نهاية لا والوهبية عندهم بجاحة يعني ايه مستترة شوية بحس ايه قد تلتبس على العواني قد تلتبس على العواني فيظل انهم مقريبين لها السنة وده بسبب انتشار مذهبهم ان التبسط على العواني يقول لك لا احنا لا نكيف سبحانه ليس بجسم نعوذ بالله طب وبعدين يقول لك لا ده وليد لكن ايه ليست كأيدينا ايد بالمعنى الحقيقي يقول لك ها بالمعنى الحقيقي طب وازده يعني ديها صابع وأنامل وضافر وكده يعني ولا تبقى ايه يعني يقول لك لا لا بلا كيف يد بلا كيف فنسبوا الى الله كل نقص وتمحكوا بالبال كيف تقيمت ازاي؟ يعني بلا كيف لو يد بلا كيف لو عين بلا كيف لو مش عارف لجرز بيها كيف لو ساق بلا كيف وهكذا يقول لك بلا كيف بلا كيف يعني يثبت الجهل وينفي الجهل يبقى تمتعي في الاخر المحصلة zero وهو الجهل تقيمت ازاي؟ فدي المشكلة بتاعتهم انهم في الاخر يبقوا ايه؟ حكمهم جهل حمير وده كان وصف السيد محمد الحافظ التجاني عليه لم سألنا ايه حكمهم؟ قال حمير ده ان الحمار رمز البلدة وعدم الفهم وده الحمار كده ربنا جابه في القرآن رمز البلدة وعدم الفهم عشان كده النبي حتى في السنة يقول ايه؟ من رفع رأسه قبل الامام يوشك ان يمسخ وجهه الى حمار لان انت هترفع رأسك قبل الامام ازاي؟ ازا كنت انت مستعجل على ايه؟ ازا كنت انت مش هتسلم الا لما يسلم هو طب انت مستعجل على ايه الوقتين؟ شو يخضي حمار بقى؟ يبقى انت مش فاهم؟ ولو كان استعجالك ورفع رأسك قبل الامام يؤدي الى مصلحة ليه؟ انك هتخلص بسرعة وتمشي يبقى ليها وجهة لكن انت بتعمل حاجة وتسبق الامام وانت اصلا محبوس وراه مش هتمشي اللي ما يقول السلام عليك يبقى كده ده حمار بقى النبي يسمى ليه حمار قال لي ايه؟ من رفع رأسه قبل الامام يوشك ان يمسخ وجهه او رأسه الى حمار فالحمار رمز البلدة وعدم الفهم تهمتوا بقى المسألة؟ يبقى لا يعني ذلك اننا سنقوم بتأويل كل نص وارد بل انما يستخدم عندك ضرورة وارح وهي تعارض ظاهر النص القطعي الثبوت الظني الدلالة مع دليل عقلي مرهاني او يتعارض النص الظني الثبوت مع الدليل العقلي الصحيح في هتين الحالتين نرى وجوب التأويل وتفصيل ذلك ان مذب اهل السنة يقوم على التآخي بين الشرع والعقل إذ لا معاند بين الشرع المنقول والحق المعقول وكيف تأتي المعارضة والشرع كالشمس المنتشرة الضيار والعقل كالبصر السليم فهل يستغني طالب الاتداء بأحدهم عن الآخر كما يقول حكاة الاسلام الغزالي ان النص قد يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة وهو النص القرآني او النبوي المتواتر وهذا النوع يستحيل ان يقع تعارض بينه بين الدليل العقلي والقرآني ولا يأتي الشرع بما يصدم العقل فلا مجال هنا للتأويل يبقى قطعي الثبوت قطعي الدلالة مفوش تأويل لانه ما يتعلمش مع العقل قطعي الثبوت قطعي الدلالة طيب وقد يكون النص قطعي الثبوت ظنية الدلالة يبقى ثابت فعلا من حيث الورون بهذا النص لكن معناه يحتمل واحتمل يسموه ذرني الدلال الدلالة هي دلالة على المعنى يعني يدل بظاهره على معنى يتعارض مع الدليل العقلي القرآني وهذا النص هو الذي نرى تأويله يتفع مع العقل السليم ويتفع التعارض بين العقل وظائر النص فقوله تعالى ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا يتعارض ظاهره مع الدليل العقلي الذي ذل على استحالة حلول الله تعالى في شيء من مخلوقاته فوجب تأويله إجمالا بصرف النص عن ظاهره أو الخطوة دي مؤمى عليه صرف النص عن ظاهره وتفويل معنى إلى الله بمدرس السلم أو تأويله تفصيلا بأن المرد بالمعي العلم ويشهد له بداية الآية ألم ترى أن الله يعلم ما في السواد وفي الأرض ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو ألم ترى أن الله يعلم شوف كلمة يعلم فأولي الآية يبقى ما نقول إن المعية هنا معية العلم دلت عليها أول الآية ما تقولش معية ذاتية إن ربنا حل في الأكوان تهمت بها المسألة والتأويل الإجمالي متفق عليه متفق عليه بين سلف الأمة وخلافها وهو صرف الموهم يعني الموهم تشبيه وتكسيم عن ظاهره المحال عليه تعالى وهو النسمية أو الحلولية واضح والخلاف بعد ذلك بتعين المراد أو عدم تعين عدم تعينه من اللي يقول كده بقى السلف الصالح يقولك مش هنعينه طيب وهو معكم أينما كنتم تقول يعني والله هم ورائي المحيط يروح ما أقول هلك بقى آية تانية يقول أنت بقى إزاي ده السلف يعني استحابي يروح جواب هلك بقى آية تانية تيجي تقول له الآية يقول لك آم ما دي معنى الآية دي طب الآية دي دي معنى هدي يقوم ينقلك بين الآيات فيهمت ده السلف الصالح ليه لكمال قريحتهم لأن كانوا أهل عربية وأهل فصاحة ونقاط في الإيمان فكان يفهم الآية بسرعة على الدرجة أما تيجي تسألوا في الآية يتعجب إزاي وقفت عندها دي واضحة خالص فمن وضوحها يجب لك آية تانية ده إذا ما عندوش أي شبهة الشبهة طرعت في أزهان اللي دخلوا في اللغة العربية من المسلمين اللي هم من الطواف الأخرى غير العرب فلما اختلطت الأنسنة قل الحس اللغوي والفهم اللغوي فتغيرت الأجيال فنشأ بقى سيدنا بحسن الأشعارين راح عمل لهم مدرسة جديدة تناسب العقول اللي طرأ انت فهمت بقى إزاي فجاوب بطريقة الصحابة ولكن بطريقة تناسب هذه المدرسة الجديدة اللي نشأ واضح الكلام والتأويل الإجمالي منتفق عليه بين سلف الأمة وخلفها وهو صرف المهم عن ضائري المحال عليه تعالى والخلاف بعد ذلك في تعيين المرال يعني المدرستين مدرسة تعين المرال بالتأويل دي الخلف ومدرسة لا تعين المرال بالتفويل دي السلف لكن الاتنين بيصرفوا الصلبز عن ضائري طب والتيمية الوهابية لا يصرفون اللفظ عن ظاهره ثم بعد ذلك يفوضون فهمت إزاي هذه بقى خطورتهم ومثال آخر قوله تعالى نسوا الله فنسيهم وقوله تعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم فالنسيان صفة نقص تستحيل على الله تعالى يعني أنا معقول بعد كده أقول إن ربنا بينسى بدليل ربنا يقول إننا نسيناكم أصف الله بالنسيان تهمت زي ما ينفعش ثم هالقاية بتقول إننا نسيناكم آه يبقى لأخد إن أنا أصرفه عن معنى آخر مراد أشوف المعنى المراد فالنسيان صفة نقص تستحيل على الله تعالى ولا يمكن أن نقول لله نسيان يريق به زي ما بيقولوا التايمين يقول لك لله نسيان يريق به ويد تريق به وعين تريق به ورجل تريق به وأصابع تريق به وحرقة تريق به وسكون يريق به شفت إزاي كله ده جاه لمطقع ده يعني ما عدوش على اللغة العربية فضلا عن إنهم وشكلة حكمهم إيه حمير لأنهم مش فهمين ما احنا قلنا الاشمار رمز إيه رمز البلادة ده يمت وإن كان الحمار ممكن يستقيز على البطر احتمال يعني ده رجل كان الحمار الحكيم تومة كان في واحد اسمه حكيم اسمه تومة كده وكان هو جاهل قوي فقال نفسه حكيم في البلد ماشي كده لابش عمه وكل ما الناس تسألوا يسألوا اسئلة يجاوب اسئلة غلط خالص هو ما عامل نفسه حكيم فركب الحمار رايح مشواره أما الحمار نطق من جهله الحمار بتاعه نطق من جهله قال ايه لو أنصفه لراكبته جهله جهلي جهل بسيط وجهله جهل مركب يعني أنا حمار وأعرف أنه حمار إنما هو حمار ومش عارف أنه حمار يبقى مي ده يا دي مشكلة بقى إنه هم ماشيين في الضلال ويقولك احنا أهل الحق هم ماشيين في الضلال ويقولك لا احنا أهل الحق احنا أهل السنة والجماعة دي المصيبة اللي فيهم فقامت بقى المصيبة اللي فيهم فالنسيان صفة نقصة تستحيل على الله تعالى ولا يمكن أن نقول لله نسيان يليقه به فوجب تأويل النص إجمالاً إجمالاً دي طريقة مين؟ الصلف الصالح ياخد الجملة على بعضه كده ما يقفش عند كل كلمة الرحمن وعلى العرش يستوى الناس اللي في قلبهم مرر يعمل ايه؟ يمسك العرش الوحيد ويفهمه ويمشك استوى الوحيد ويفهمه وعلى الوحدة هيفهمه وروح مركب منها أن ربنا قاعد على العرش فقامتاني بقى إزاي؟ ده إيه اللي في قلوبهم زي إنها من اللي في قلوبهم إيه؟ إيمان وفاهمين؟ ياخد الجملة على بعضها الرحمن وعلى العرش يستوى سبحانه وتعالى يقوم على طول يقول بعدها سبحانه وتعالى فياخدها إجمالاً ما ياخدهاش تفصيلاً لما نشأ بقى المخ التفصيلي ده جاء لهم مين دواهم سدنا والحسن لاش عد قال لهم تعالوا إنت اللي تفصلي إنتم طب أنا فاهمكم بالتفصيل بقى يقول لهم استوى قد تكون بمعنى استولى بمعنى قهرة تهمت إزاي؟ لها معاني كتير إيه المشكلة يعني؟ هيبقى يا سيدنا والحسن لاشعاري نشأ يداوي أمراض نشأت تهمت إزاي؟ مش بيقلف مذهب جديد ده بيعالج أمراض نشأت لم تكن موجودة في القيل السابق الجيل السابق ياخد المعنى إجمالي وجاء الجيل بتاع سيدنا والحسن لاشعاري عايز ياخد المعنى تفصيلي كلمة كلمة تهم؟ فوجب تأويل النص إجمالاً أو تفصيلاً لأنه معارض للعقل كما أنه يعارض الشرع يعارض العقل لي لأن ربنا ما ينساش جل سبحانه وتعالى لا ينسى أهيل كده في الآيات وما كان ربك نسياً لا يضل ربي ولا ينسى أهيل كده في الآيات وبعليل نسبة نسياً في آية أميز زيبة يبقى وجبت هنا تأويل مباشرة قال تعالى وما كان ربك نسياً لا يضل ربي ولا ينسى وقد يكون النص ظني الثبوت سواء كانت دلالته قطعية أو ظنية وهذا يتصور بما جاء بخبر الأحاد خبر الأحاد ظني الثبوت ظني الدلالة وقد يكون دلالته قطعية وظني الثبوت وارح؟ يعني دلالة قطعية يعني دلالة لا يختلف في أسنان أدي لك مثال يقول مثلاً في القرآن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام شوف ثلاثة أيام بذلالة القطعية ما ينفعش تبقى أربعة ما ينفعش أولي الثلاثة تبقى خمسة ما ينفعش أولي الثلاثة إيه عشان خطري خليها أربعة ما زيادة في الخدخ ما ينفع ليه دلالة قطعية ثلاثة كل واحد يسمعها يعرف ثلاثة اللي هو كده هو واحد من ثلاثة ما ينفعش واحد يليه تلاثة ونص ثلاثة وربع ثلاثة الله رابع ما ينفعش يبقى دي اسمها دلالة قطعية يعني اللي يختلف فيها أي عاقل خد بالك زيادة ثلاثة أهم في الحج وسبعة تنينة راجعتهم تلك عشرة كاملة يبقى خلاص دي حاجات دلالة قطعية فهمت بقى قطعية دلالة اللي هو ما يحتملش أي تقويل آخر هي كده واضح؟ لكن الدلالة الظنية تحتمل بقى حاجات كتير واضح؟ وهذا النوع إذا عارده دليل عقلي صحيح فلابد من تأويل ما ثبت بخبر الأحاد أو بفحص السند فحصا جيدا لأنه قد يكون ضعيف فلو ثبت صحيته إيبقى أبتدي بقى أفهم النص إزاي تهمت؟ حاجي الصحيح ورد على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إن الله خلق آدم على صورته نحن استحيحة إن الله خلق آدم على صورته إيه? الدمير ده يعود على مين؟ سيدنا آدم سيدنا آدم يعود على الله؟ يعني الله صورت وصورة آدم؟ لأ سورة دلالة الدروم استنى بس وانا بقولك آب وانا بجيب لك نص صحيح أحاد ظنية الدلالة مش قطعية الدلالة فهمت؟ ليه ظنية الدلال؟ عشان كل واحد هيختلف في عودة الدمير واحد يقولك إن الله خلق آدم على صورته يعني صورة آدم المعلوم الدمير يعني يعود على آدم وخلص وحل الإشكال في حياته إزاي؟ وحد داني قال لك لا صورتي هنا بمعنى صفته وليس بمعنى صورته المحاطة يعني التكسيمية ولكن على صفتي يعني الله حي خلق آدم حيا الله له إرادة خلق آدم له إرادة فهم؟ الله متكلم خلق آدم يتكلم الله سميع وبصير خلق آدم يسمع ويبصر فيبتني بقى إزاي؟ الله له ملك يملك خلق آدم وملكه وأثار له حيازة يبقى ممكن أفهمها بأذي الطريقة أفهمها بأذي الطريقة أي يبقى لأس مظنية يبقى النص ده وفي بعض العلماء قالوا صورتي هي هنا الضمير يعود على النبي سيدنا محمد واخد بالك زي سيدنا محمد عبد الكبير الكتان حملها في الصلاة بتاعته واخد بالك صلاة القاسم أو المزلية والقاسم بيّنها أنه صورتي هنا تعود على النبي لأنه ضمير الأكوان آدم هو الكون من الأكوان والضمير الأكوان من هو النبي؟ هوية الأكوان يبقى على صورته على صورة ضمير الأكوان اللي هو النبي فيبتني بقى إزاي؟ يبقى آه يشوف كم تأويل كم تأويل وحديث واحد الحديث صحيح لكن ظني الدلالة ده يأوله بطريقة وده يأوله بطويرة وده أوله والصحابة سبعهم سكتوا ما هو واضح أقول ما حستوش بمشكلة تهمت إزاي؟ ولا حتى سألوا النبي يعني إيه الضمير يعود على مين يا رسول الله ما حدش سأل دليل إن لم تطرع على قلوبهم أي شبهة واضح الكلام وهذا النوع إذا عرضه دليل عقلي صحيح فلابد من تأويل ما ثبت بخبر الأحد أو بفحص استنى فحصا جيدا مثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم سبع يظلون الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فهل لله ظل يليق به؟ أو يأول النص ومعلوم أن الظل إنما يكون للأجساء وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تمله والملل من صفات النقص فأن نثبت لله ملل أن يليق به أو يؤول النص كل دي بيحرقهم كل دي أسئلة قاعد يحرقهم فيمتنز زي كل دي أسئلة قاعد يقرزهم يمكن يفوق عارف أنت ما دكتور أنت خديره العيام بيفوق كان يومين ربعا لخده ينطق قس عشان يعرف أنه نفسه ماشي فقوم الضبط العالم دي في غيبوبة الجهل وهو قاعد باقي يفوقهم يدي له سؤال يفوق شو هو أول الحد يعتص بل أرحمكم الله فوقت الحمد لله مبروخ خفيت هذه الحكاية فهو دي كل دي الأسئلة بهذا المعنى وكذلك أقول الله سلام عليكم بما تتكون فوالله لا يمند الله حتى تتملوا والملل من صفات النقص فهل نثبت لله مللا يليق به أو يؤول النص وكذلك الحديث القدس يا ابن آدم مردت ولم تعودني والمرض نقص لا يليق بالله تعالى فهل نثبت لله مرضا يليق به أو يجب تأويل النص وإن قالوا إن تأويل النص الظن ولا يؤخذ بالظن في الاعتقاد قلنا وأنتم تأخذون بخبر الأحياد وهو اللي يفيد ولا الظن خلصي ومثال ما يجب فحص سنلوه فحصا جيدا حديث الأوعال وحديث رأيت ربي جعدا أمرض عليه حلة خضراء فقد أثبتت دليل العقل استحالة الجسمية وتوابع على الله تعالى هكذا يتحدد ما يدخلوا التهويل وما لا يدخلوا وظل هذا الموضوع التأويل وقبوله أو رفضه خلال القرون الماضية وقفا على علماء المتخصصين في الدراسات الإسلامية والعربية لا ينرح قاعات البحث والدراسة لكن المشكلة بقى في الوهابية خلوه على المنابر وهم يكلموا الناس عليه في المنابر وإن الموضوع ده كان موضوع بيبحثوا علماء العلماء الدراسة لأنهم تعلموا اللغة وتعلموا الشعب وتعلموا البيان وتعلموا البديع وتعلموا الإعرار وتعلموا المنطق وتعلموا النحو وتعلموا 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 وبعدين دخلوا بالأدوات دي كلها بدلوا يتناقشوا فكانوا يتناقشوا في موارع الدرس جون بقى ابن مع الوهابية عملوا ايه وقفوا على المنابر يكلموا العوام بهادي القضايا والعوام ما عندهمش هذا التأهيل اللي هو يخليهم يفهموا هذا الكلام لكني لحظوا وبعد ظهور النفط اللي هو البترول في دول من أنعم الله عليه في دول الخليج العربي وبعد طبع كرميات ضخمة من كتب الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم ومن تبعهما وتوزيعها هدايا وخاصة على المنتمين للجماعات الإسلامية أن هذا الموضوع وأمثاله بدأ يخرج من قاعات الدراسة وبحث المتخصصين إلى من ليس متخصصا فيه بل يتناوله بعض العوام وأشباعين في المسائل ووسائل الإعلام ويحدث ويحدث التنابس بالألقاء فقررت أن أعود إلى ما سبق أن جمعته من أقوال السلف خلال القرون الثلاثة المفضلة في مسألة التأويل العامة وتأويل صفات الله تعالى خاصة واهتزمت أن تكون مراجعي من مؤلفات هذه القرون الأولى المفضلة أيضا حسما للنزاع وسدا لجاب الجداد فلو كان النص موجودا في كتب تفسير المتأخرين وموجودا في تفسير الإمام الطغري مثلا فإنني أشير إلى موضعه من تفسيره لأنه من علماء القرن الثالث ولثناء الإمام بن تيمية نفسه على تفسيره وهكذا ناقف على فصلتك إن شاء الله